بيبدأ الفيلم في ميلرزوغراف في مستشاستس وفي راجل مكلف بإبادة الحشرات والتخلص من انتشار الصراصير في البدرون بتاع دكتور جيف إيرال باحث في الوقود البديل وأثناء العملية دي الراجل بتاع الحشرات بيحكيله عن أصول الصراصير القديمة واللي بترجع للفترة السلورية من أكتر من 350 مليون سنة وبيقولوا إن الصراصير موجودة في كل ركن في العالم وإن فيه أكتر من 4000 نوع معروف وبيقولوا إن أنسى الصرصار الوحدة ممكن تنتج أكتر من نص مليون نسل وإنه بيعتبرهم مخلوقات كاملة لأنهم مش بيموتوا من الإشعاع بس عكس البشر ما عندهمش قدرات معرفية وكمان الراجل مبيد الحشرات ده بيحكيله عن مبيداته الجديدة واللي شغالة زي الفطر واللي مش بتقتل الصرصار المصابه بس ده كمان بتنقل الفيروس لكل صرصار يتصل بيه وبعد كده صاحب البيت بيطلع فوق وبيسيب الراجل مبيد الحشرات ده يخلص شغله وأثناء شغله الراجل بيلاقي صرصار عنيد ومقاوم للمبيد وعشان كده هو بيضربه على الأرض وبيحاول يسحقه تحت رجله بس بمجرد ما بيدوس عليه بيبدأ يعاني وبتجيله حساسية وبيمسك قلبه وبينهار على الحيطة والصرصار بيزحف من تحت جزمته هو سليم وبعد شوية دكتور إيرال بيرجع وبيلائي جسد الراجل ده الحشرات والسراصير مغطية تماما وفي المشهد اللي بعده بنتعرف على عميل خاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي واللي اسمه فوكس مولدر واللي دخل ميلر زوجروف من شوية علشان يحقق في تقارير عن رؤية أجسام طائرة غمضة هناك وهو بيوقف عربيته على جنب الطريق وبيبص عن نجوم في السماء وبعد كم دقيقة هو بيستقبل مكالمة من زملته داناس كالي ومحادستهم بتتقطع بسبب عمدة المدينة واللي اسمه فراس واللي بيدور على حاجة وبيسأل فوكس عن سبب وجوده هناك وبعد ما بيعرف هويته فراس بيقوله عن سلسلة من هجمات السراصير اللي حصلت في البلد وممرش عليها وقت كبير بعدها العمدة بيسترم معلومات عن الهجوم في بيت دكتور إيرال وفوكس كمان بيروح معه هناك ولما بيوصله فوكس بيتصل بسكالي علشان يبلغها عن روافيات الغمضة وليسببتها السراصير بس هي بتديله تفسير علمي عادي جدا وان الناس كتير بتكون حساسة للسراصير وممكن تموت من صدمة الحساسية وفي مكان تاني في البلد مجموعة من ثلاث مراققين بيشربوا بيرا وبيدخنوا ممنوعات وفي وسط كل ده واحد منهم بيشوف سرصار بيزحف في جرح مفتوح في إيده واللي بيخليه يتفزع وفي محاولة يأسه علشان يشيل الحشرة بيستخدم شفرة حلاقة علشان يقطع جلده للأسف هو بيقطع شريان بالغلط وبيموت من نزيف وبعد شوية فوكس بيوصل للمكان وبيتصل بسكالي علشان يبلغها عن الحدثة وبعد ما بتسمع عنها هي بتقوله انه ممكن تكون حالة من الهلوسة واللي نتاجة عن المخدرات اللي الأولاد كانوا بيشربوها واللي بتخلي الواحد يشوف حاجات مش موجودة بس المرات دي فوكس بيلاقي سرصار تحت قطعة من الأساس وبيثبت انه مش هلوسة ولا حاجة ولما هو بيحاول يمسكه علشان يحلله الحشرة بتتفتت في إيده والقطع الحادة بتقطع صوابعه وده بيخليه افتكر ان الحشرة مصنوعة من مادة معينة وبعد كده فوكس بيروح يدور على دكتور علشان يعالج إيده المجروحة في المستشفى وأثناء ما الدكتور بيروح للحمام العمدة في رأس بيقول لفوكس ان الحكومة من خلال وزارة الزراعة كانت بتزرع سراصير قاتلة في مكان قريب وبعد شوية الدكتور بيتلاقى ميت في كابنت الحمام والجسة كانت متقطية بالسراصير في الأول بس بعدين السراصير اختفت قبل محد يشوفهم ولما فوكس بيبلغ اسكالي باللي حصل هي بتقول ان الوفاة كانت بسبب تمزق في الشريان الدماغي واللي حصل بسبب الامساك الشديد في الحمام وفي نفس الوقت فوكس وفراس بيشوفوا سرصار ميت على حضر حمام ولما هو بيمدي ايده علشان يمسكه السرصار بيصحى فجأة وبيهرب من الصرف وفي الليل فوكس بيروح يحقق في المنشأة الحكومية السرية واللي قال عنها العمدة في رأس وقبل ما يدخلها هو اسكالي بيتكلمه على التليفون عن سلوك السرصير الغريب وسكالي بيتقوله انها بتفترض ان السرصير ممكن تكون نوع غازي ولما هو بيدخل المنشأة فوكس بيتحاصر بكتير من السرصير بس الحمد لله بتطلع سرصير عادية وبعد كده بيتقابل بدكتورة بامبي ودي باحثة من وزارة الزراعة وبتدرس السرصير علشان تطور طرق اكتر فعالية لمكافحة الافات وبعد ما بيتعرفوا على بعض دكتورة بامبي بتعبر عن اهتمامها بالحشرات وبتقوله انها بتعتقد ان بعض الاجسام الطائرة الغمضة هما في الحقيقة سير بحشرات بيطير في حقول هوائية مشحونة كهرباء وبعد محادثة قصيرة فوكس بيرجع لغرفة الفندق بتاعته وبيتصل بسكالي علشان يقولها عن المعلومات اللي جابها من دكتورة بامبي وهم بيستمروا في الكلام هو بيعترف انه بيكره الحشرات جدا وسكالي بتقوله انه اغلب الناس بيخافهم الحشرات بس فوكس بيوضح ان مشاعره مش خوفه بس ده كره جديد جدا وهو بيقولها عن تجربة من طفولته وبيحكي انه صرخ لما شاف حشر على جسمه وفي وسط محادثتهم فوكس بيسمع صراخ بيخليه يجري الغرفة في نهاية المبنى وطلعت وفاة تانية لواحد من نزلاء الفندق بسبب السراصير الضرة وبعد ما بيفحص الجسة كويس فوكس بيتخيل ان الراجل مات من الخوف ولما اسكالي بتسمع عن وفاة تانية بتبدأ تستغرب ايه اللي بيحصل وبتقرر تيجي هناك علشان تحقق اكتر وبعد كده مولدر بيجيب صرصار من غرفة الفندق لمعمل البحوث بتاع دكتورة بامبي ولما هي بتفحصه تحت المجهر الدكتورة بتفكر ان الحشرة دي ممكن تكون ميكانيكية وهي بتقوله انها شافت حشرات زي دي بس في مجلات علمية وبس وكمان هي بتقوله عن باحث في الزكاء الاصطناعي واسمه دكتور أليكساندر إيفانوف واللي بيصمم روبوتات شكلها وسلوكها زي الحشرات بالزبط وبالمعلومات دي في ايده فوكس بيزور مركز البحوث بتاع دكتور إيفانوف علشان يكتشف معلومات اكتر عن السراصير الغمضة ولما بيوصل هناك دكتور إيفانوف المشلول بيحكيله عن شغله الروبوتي واللي هو بيقول ان زميله في الزكاء الاصطناعي حاوله يعمله روبوت مستقل لعقود طويلة بس فشلوا بعد كده وما ادريش يده ادماغة بشرية للماكينات دي وعلى حسب كلام الدكتور الدماغ البشري معقد وحسابي جدا بس الحشرات بتتفاعله بس وهو بيقوله كمان انه بيستخدم الحشرات كنموذج مش بس في التصميم ده كمان بيديهم ابسط البرامج الكمبيوترية والاثنين بيتنقشف امكانية ان الكائنات الفضائية ممكن تبعت روبوتات استكشافية علشان تدرس الكواكب التانية واسناء محادستهم فوكس بيوريه رجلين السرصار المعدنية وبيطلب منه يفحصها بالتفصيل ولما هو بيشوفها تحت المجهر دكتور ايفانوف بيسكت من الدهشة وهو بيقول لفوكس ان العينة دي تكنولوجيا اعلى بكتير من اي حاجة شافها قبل كده وانها فوق تعليمه وفهمه ومن ناحية تانية اسكالي بتوصل البلد وبتدخل محل بقالة بس بتلاقي السكان في حالة من الهلع بسبب السرصير وكل الناس بتشوفهم بيجروا علشان يجيبوا مستلزمات وبخخات مضادة للسرصير وبعد كده اتنين من الزباين بيتخنقوا وبيقلبوا باترينة عرض الحلويات والشوكولاتة وبيوقعوا قرات الشوكولاتة على الارض وكل اللي في المحل بيغلطوهم وبتظهر سرصير تانية وده بيخليهم يتفزعوا اكتر ويهربوا من المكان بجنون وفي نفس الوقت فوكس وهو بيخرج من مركز البحيوث بتاع دكتور ايفانوف بيمسك سرصار تاني في الترقة وبيوديه لدكتورة بامبي بس لما هي بتفحصه هي بتقول انه سرصار عادي واعضاء التنسلية عادية كمان وفي وسط حوارهم فوكس بيستقبل مكالمة من اسكالي واللي اكتشفت ان دكتور ايرال كان بيبحث في الغاز الميسان واللي بيتولد من السماد كمصدر بديل للوقود وهي بتقوله كمان انه كان بيستورد عينات من السماد الحيواني من برى البلد وهي بتفترض ان السراصير بتاكل السماد فهي بتشك ان بعضهم ممكن يكون تشحم بالغلط في بعض العينات ونتيجا كده السراصير انتشرت في كل البلد ولما بيسمع كده فوكس بيتخارن السراصير هما في الحقيقة روبوتات استكشافية فضائية وهو بيقول انهم متقدمين تكنولوجيا بما يكفي علشان يولدوا وقود الميسان من خلال اكل السماد واللي هو مصدر الطاقة بتاعهم وبتستغلوا بعض الكواكب الفضائية اللي مليانة بالمخلوقات واللي بتنتج السماد بعد كده فوكس مع دكتورة بامبي بيروحوا يزوروا دكتور ايرال في مركز البحث بتاعه ولما بيوصلوا المكان فوكس بيقولها تفضل في العربية لحد ما يتأكد انه آمن جوه وهو لما بيدخل المركز وهو بيشوف بعض المحتوات البحثية بيلاقي شوية سراصير بتاكل السماد واسناء ما هو بيبص عليها دكتور ايرال اللي بقى هستيري ومهوس بيضرب عليه طلقة وفوكس بيحاول يوقفه وبيقول انه ممكن يفجر المركز كله لان الغاز الميثان سريع الاشتعال بس دكتور ايرال اللي كان بيحاول يهرب من السراصير بدون جدوى بيحسوا انهم ماشيين وراه وبيرأبوه كمان وعلشان كده هو بيفضل مضطرب وفي وسط حوارهم ده هم بيسمعوا السراصير بتعمل أصوات غريبة وفوكس بيقول ان السراصير دي بتعمل السدة من خلال نفخ الهوى من سقوب في صدرها العلوي وهو بيقترح عليهم سكوهم علشان يدرسوهم أكتر بدل ما اقتلوهم ودكتور ايرال بيقول انه فقد عقله خلاص بس فوكس بيحاول يطمنه وبيقول انه كان عنده يوم مرهق أثر على قدرته على التفكير بوضوح بس الكلام ده بيخليه فكر ان فوكس ممكن يكون سرصار برضه فهو بيشد السلاح عليه وفي نفس الوقت اسكالي بتوصل للمكان بس هي مش مبسوطة قوي لما بتقابل دكتورة بامبي وبتدخل المنشأة علشان تدور على فوكس وتتصل بيه بس لما موبايل فوكس بيرن دكتور ايرال بيفتكر انه بيعمل نغمة زيباء السرصير العجيبة علشان كده هو بيضرب على فوكس وطلقاته بتنفجر وبتولع فاء نبيب غاز الميثان وهما بيحسوا بالخطر وعملاء المباحث الفيدرالية بيجروا من المنشأة وبيقدروا يستخبوا وراء عربياتهم قبل ما تنفجر بلحظة ودكتور ايرال لسه جوة والعملاء بيطلعوا سالمين بس مضغطين بالسماد بشكل مضحك وبعد الحادثة دي الشرطة بتوصل علشان تنظف المنطقة والعمدة فراس بيقول العملاء عن حوادث تانية كتير وحراي وحوادث عربيات نتجت عن هلع البلد وبعد شوية دكتور ايفانوف كمان بيوصل للمكان اللي انفجر وبيطلب من فوكس يديله عينات السراصير الروبوتية واللي هو بينهم له قبل كده وهناك هو بيقابل دكتورة بامبي واللي بتشاركوا اهتماماته والاتنين بيمشوا مع بعض وبيتكلموا عن اهتماماتهم بالحشرات والروبوتات واسناء ما العملاء الفيدراليين بيشوفوهم بيتمشوا اسكالي بتتريع على امكانية ان عيال الدكتورين دول في المستقبل ممكن يكونوا عندهم الحل للغز السراصير الروبوتية وبالليل فوكس بيكتب تقريره عن القضية وبيفكر ازاي البشرية هترد على وجود الروبوتات واللي شكلها حشرات على الارض وهو بيفكر كمان في امكانية ان الخطوة التطورية اللي جاية هتكون نوع بلا مشاعر بس هيتفاعل مع البيئة بتاعته واسناء ما هو بيكتب فوكس بيلاقي سرصار كهف عملاق على طبق الاكل بتاعه فبيدوس عليه فورا بملف اكس وهنا بينتهي في المنا ونتقابل في تلخيصة جديدة وشكرا للمشاهدة